هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستستمر في تحييد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى الأراضي الأوكرانية حيث قال المتحدث باسم الوزارة إنه تم تحييد المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بدربات على مراكز التدريب في ساحة التدريب العسكرية في يافوروفيسكي وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت تدمير 3687 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر